حدثنا سليمان بن داود ووهب بن جرير قال حدثنا شعبة وعن أبي جمرة قال سمعت اسى بن قتادة يحدث عن قيسي بن عباد قال أتيت المدينة للوقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي فأقيمت الصلاة وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غير فنحان وقاما في مكان فما عقلت صلاتي فلما صلق قال يا بني لا يسوءك الله فإني لم أهتك الذي أتيتك بجهالة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كون في الصف الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك ثم حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوحها متوحها إليه قال سمعته يقول هلك أهل العقدة ورب الكعبة ألال عليهم آسى ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين وإذا هو أبي والحديث على لفظ سليمان بن داود